أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الهجوم الذي يشنه نظام الأسد على محافظة إدلب السورية يهدد حياة ثلاثة ملايين شخص موضحا أن الحل الوحيد في سوريا هو حل يمر عبر وقف دائما لإطلاق النار ومفاوضات سياسية برعاية الأمم المتحدة فيما يخص الوضع في محافظة إدلب السورية الهجوم الوحشي الجديد لنظام الأسد هناك والذي تدعمه طهران وموسكو يهدد حياة أكثر من ثلاثة ملايين شخص بما في ذلك أطفال صغار نكرر مجددا أن النظام لن يستطيع أن يحقق انتصارا عسكريا الحل هو وقف دائما لإطلاق النار ومفاوضات برعاية الأمم المتحدة تحت القرار 2254 وبعد تمهيد جوي روسيا مكثف وقصف بعشرات القذائف الصاروخية تمكنت قوات النظام برفقة المسلحين الموالين لها من السيطرة على 16 قرية وبلدة بالريف الإدلبي خلال الساعات الستة وثلاثين الماضية وستأنباء عن سقوط قتلى من الطرفين مستعينة بقصف جوي من الحليفة روسيا تسعى قوة النظام لاستعادة سيطرتها على بلدة النيرب بريف إدلب التي كانت المعارضة دخلتها بغطاء من القصف المدفعي التركي عنيف ولتحقيق غرض استعادة النيرب تعمد قوة النظام لقصف مدينة إدلب خزان مقاتلي المعارضة بصواريخ حتى منها المحرمة حسب الدفاع المدني ما أدى إلى قتلى في صفوف المدنيين الذين تقتضوا بهم أحياء المدينة اليوم الثلاثاء تم استهداف مدينة إدلب بأكثر من 15 صاروخ بعضها يحمل قنابل عنقودية أدت إلى مقتل إمرأة حملة القصف العنيف من النظام وروسيا على المعارضة لإجبارها على التراجع في إدلب طالت نقاط المراقبة التركية التي ردت على مصادر النيران بقصف عنيف تنفيذا لتهديدات أطلقتها أنقرة سابقا برد قوي إذا ما استهدف جنودها في إدلب وفيما تراوح العملية العسكرية في إدلب بين كر وفر تارة لصالح النظام وأخرى للمعارضة يراوح الحل السياسي بين الأطراف اللاعبة بالمشهد في إدلب مع عدم اتفاقها حتى على القمة التي أعلن عنها الرئيس التركي رجل طيب أردوغان وزير الخارجية الروسي سرغيل لافروف شن هجوما مبطنا على تركيا داعم الرئيس لما تصفهم روسيا بالجماعات الإرهابية والتي تميز أنقرة بين معتدل ومتشدد منها لافروف قال مستغربا في جلسة لمجلس حقوق الإنسان في فيينا إن الحديث عن توقيع هدنة مع الإرهابيين في إدلب لا يمثل حرصا على حقوق الإنسان ولكن استسلاما للإرهابيين ولنشاطهم مضيفا أن موقف بعض الزملاء اليوم يضع عليه الرغبة في تبرير فضائع الجماعات المتطرفة والإرهابية من دون الإشارة إلى الفضائع بحق المدنيين جراء قصوة طائرات الروسية وطائرات النظام والتي فضلا عن قتلهم شرتت الآلاف منهم أناقش هذا الموضوع مع ضيفي من موسكو فلاديمير سينتيكوف المحلل السياسي أهلا بك معنا سيد فلاديمير في ضوء كل المعطيات الحاصلة على الأرض إلى أي مدى نستطيع أن نقول الآن بأنه من الممكن فعلا أن يتم التواصل إلى اتفاق أو استمرار في مشاورات إيجابية بين الطرفين روسيا وتركيا بخصوص إدلب أود أن أقول أن هذا الموقف تصاعد نتيجة لرغبة قوية لدى القوات التركية لتقدم إلى الأمام وأن لا تخسر منطقة الحدود القريبة من الحدود التركية هذا الشيء الشيء الآخر الذي أود أن أقوله هو أن القوات التركية موجودة إلى جانب القوات التي تقوم بقصف مواقع الجيش السوري الوطني فيما يتعلق باحتمال وقف إطلاق نار مستقر دعيني أذكرك بأنه لسنوات ومنذ 2018 كان هناك الكثير من الاتفاقيات والقرارات لوقف إطلاق نار والتوقف عن قصف مواقع المتمردين والمتطرفين سيد فلاديمير في هذا الوقت من أجل الوصول إلى أي نوع من وقف إطلاق نار هذا ما يسعى إليه الجميع يعني عموما ليس فقط في جبهة الشمال الشرقي في سوريا في كل الجبهات التي شهدت اتفاقيات وقف إطلاق نار لم يتم الالتزام بها من كل الأطراف سواء كانت من قبل قوات النظام وروسيا وحتى طرف المعارضة ولكن بالنسبة لإدلب تحديدا هل كل من يقاتل في إدلب من وجهة النظر الروسية هم كلهم إرهابيين بالمجمل دعني أقول لك شيئا من فضلك لا تفكري أن هذه حرب شاملة ربما حرب شاملة ولكن فيما يتعلق بالانتهاكات هذه اختلافات نشاهدها الآن بين روسيا وتركيا تركيا لم تنفذ التزاماتها والقوات التركية تود أن تسيطر على جزء كبير من الأراضي السورية بدون أي دعوة من الحكومة السورية الشرعية هذا الشيء الشيء الآخر أنت على حق وأنا أتفق أن الموقف فضيع ليس فقط في إدلب وإنما على كل الجبهات في سوريا وللخروج من هذا الموقف مرة أخرى كما كان الحال في الماضي مجرد الجلوس على الطاولة ومحاولة التفاوض والتوصل إلى وقف لإطلاق النار والعمل على استقرار الموقف هذا يبدو حاليا مستحيل نتيجة لأن القوات التركية تمضي قدما وتحاول التخلص من عناصر الكردية الحرة وتقصف القوات الحكومية طيب في حال استمرار الوضع على ما هو عليه هل نتحدث فعلا عن مواجهة عسكرية محتملة بين تركيا وروسيا على الأراضي السورية إذا كنت تتحدثين عن مواجهات عسكرية لا أقول أن هذه المواجهات ستتطور إلى حرب بين روسيا وتركيا لأن هناك مفاوضات تجري حاليا بين المسؤولين الأتراك والمسؤولين الروس الشيء الرئيسي بالنسبة لكل الأطراف المعنية هو احترام هذه الاتفاقيات التي تمت في الماضي مرة أخرى أنا أذكر عام 2018 عندما الرئيس الروتي بوتين قال يجب أن يتم إزالة كل المدفعية والأسلحة الثقيلة من المنطقة هناك شيء آخر وهو دوريات مشتركة من جانب الشرطة العسكرية التركية والروسية يعني بما أنك تتحدث عن 2018 أيضا في اتفاق سوتشي وفقت روسيا وتركيا في ترك المرحلة على أيضا إنشاء ربما منطقة آمنة أو منطقة منزوعة السلاح ما مصيرها أين هي الآن؟ نعم نعم هذا صحيح ولكن من الذي قام بتعطيل هذا الاتفاق من هذه الأوقات كان هناك انتهاك لقرار وقف اطلاق النار عدة مرات تركيا مستعدة جعل المنطقة المحاذية للحدود التركية تحت سيطرتها بحجة وجود منظمات الرهابية في سوريا أشكرك جزيلا شكرا لضيفي من موسكو المحلل السياسي فلاديمير سنتيكوف شكرا جزيلا شكرا للمشاهدة